في واحدة من هذه الأشياء سنرفع أدينا ونبص على كفنا ونبص على صوابعنا علشان نقدر نقرأ شخصية بعضنا من هذا الاختبار يعني فيه ناس تقولك ايه تقدر تعرف شخصية قدامك من صوابعه من طول الصوابع من ديق عينيه من شكل دقنه عينيه دايقة لا ده خبيث دقنه مدورة لا ده لطيف اجتماعي ومرح وغيرها من الأشياء الى اي مدى ده علمي مش عارفين لكن بالرغم انه الى الان قد يكونش علمي بنسبة كبيرة جدا الا انه بيشغلنا وبيهمنا بنسبة كبيرة قوي انت عارف انا اسف احنا كنا في كلية حقوق كنا بندرس شخصية اللي هو العالم لمبروزو لمبروزو ده كان بيحلل شخصية المجرم عن طريق وشه وملامح وفي كتير نظريات يقولك المجرم ليه صفات معينة بسمية وليه ملامح بالضرورة يبقى مجرم او لو عنده الملامح دي ده مجرم او انتلاو فيه منهم صفات مشتركة وشكل واحد لي except for the world أعملوا كده بقى لما يتساوى السباع الصغير اللي هو البنصر انتم عارفون السباع الصغير هو باتومج مجرم واسط ثبابة ابهم صح Hollande واسط ثبابة ابهم عندما يتساوى السبعة الصغيرة الصبع الصغير одноyr هذا الخنثر هذا البنثر واسط ثبابة ابهم Beth kisser وسط ثبابة ابهم هذا البنثر عندما يتساوى linguesar الحفظ أنت خط العقلة الأخير وهو أكيد العقلة دي صح؟ عندما يتساوي مع بعض في الصباح اللي يصبح أنت شخص منغلق لا إنتظه نشوف إيه لا أنا لا متساوي لا أنت متساوي لا يا حبيبي أهو إستأكثر أنا أستعظف أنا أسعر برضو أنا أسعر أهو أنتو اللي كنتين أصغر عندما يتساوي مع بعض يصبح أنت شخص منغلق لا! لما يتساوي أو لما يتساوي أنت شخص منغلق ولا تشارك مشاعرك بسهولة وتسعى دايماً لتقديم نفسك بشكل أكثر استقلالية مما أنت عليه وأنت شخص عاطفي بيكره الكتب ويحتقر الرياء لديك قلب كبير لكن لست متسامحاً بسهولة وأنت أرد أكثر للأرق والقلق أنت أكبر ها؟ أنا أكبر أه أعمل إيدك كده نتأكد أيوه هو أكبر للكاميرا يا جماعة لا ثماني بعد إزداد أيوه آه وإحنا أكثر وإحنا أكثر طيب بصوا بقى اللي هيعمل كده ويلاقي أنه الصباع الصغير متساوي مع العقلة اللي في الصباع اللي جنبها هتكون عنده الصفات اللي جاية أنت شخص منغلق ما بتشارك مشاعرك بسهولة أنت بتقدم نفسك بشكل أكثر استقلالية شخص عاطفي بيكره الكتب وبيحتقر الرياء عندك قلبي كبير لكن مش متسامح قوي وعرضة أكثر للقلق وللقرق طيب بالنسبة لي بقى أنا شيري أنا الصباع الصغير أطول أطول أنت أطول ماشي؟ إيه بقى؟ أنت مخلص للغاية إذا وقعت في حب شخص ما وسوف تمنحه اهتمامك الكامل هذه حقيقة حقيقة جدا أنت شخص ملتزم جدا فإذا بدأت أي شيء لازم تنهيك حقيقة لديك روح حساسة للغاية تخاف من التعرض للأداء وعايز الناس تعرف أنك مش محتاج حد لكنك تحلم بالعثور على شريك حياتك للناس طبعا لم يجدش شريكي لحياة أكثر عرضة للصداع النصفي وآلام الزراع الضراع الشمال بغاية بغاية بس هي صفات كتير قوي من المكتوبة دي كلها أنا وإنتي بقى النسد لحالك لهم أقصر استعدي شخصية منغلقة شكرا شكرا ولا تريد كشف مشاك أنا فكرأت عصابة كلها لا تريد كشف مشاك مشاكلك أو مشاعرك وتفضل الاحتفاظ بها لنفسك دي حقيقة لا تحب المناطق غير المقلوبة طبعا صح تشعر بالضيق عندما تضطر للتعامل مع أي شيء جديد وغير معروف صح صح ازاي احنا كده على فترة جوه 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 نفسينا اه والله تحترم أراء الآخرين صح وتحب أن تجادلهم صح احنا نجدل كتير قوي لما لسانت عايز قطر أكثر عرضة للإصابة بالصداع وألام الرقبة والتهاب الحلق صح جدا لا أنا مجليس أنا رقبة وحلق كتير ولا رقبة بس عندي انتهاب حلق كتير وأنا ايه ده ده صح جدا صح جدا طيب تعالوا نعملكوا بقى اختبار للزوس كده مختلف ايه بقى هعملكوا اختبار من شكل حواجبكو قبل التاتو واللي بعد التاتو يعني أنا أعتبر ان حواجبكو دي أنا مش عاملة كثير مضروبة مش عاملة كثير مضروبة مش كلابة مشيبة بعض ايو لا أنا مش عاملة تاتو بس هنعتبر ان السيدس اللي عاملة تاتو كلم الجارة مش مهم مش قصتي والله ما致Sur أنا أريد انتا حتى لو تختاري شكل حواجبك ما انت حتى لما تخليه تاتون بتختاري شكل معين لحواجبك صح ده زوئك فبيعك زبار بشخصيتك اوكي؟